موسيقى الرئيس السيسي يوجه بالتنصيق بين الجهات كافة لضمان تشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للطوارئ بعد اختتم محادثاتين في موسكو شكري ووزراء مجموعة الاتصال العربية يبدأون زيارة الى وارسو اليوم لبحث الازمة الاوكرانية اجتماع لمجلس الامن الدولي اليوم لبحث الازمة الاوكرانية وموسكو تتهم كييف والغرب بتزوير الحقاق في بوتشا السادات وسادة تحية لحضراتكم الثانية عشر ظهرا في القهران نشرة اخبارية مفصلة من النيل اهلا بكم الى التفاصيل خلال اجتماع وزري وجه الرئيس السيسي بالتنصيق والتناغم بين جميع الجهات المعنية بالدولة من اجل ضمان التشغيل الامثل لمنظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلام العام المتكاملة كما عقد سيادته اجتماعا وزريا اخر تناول متابعة الموقف التنفيذية لاهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لاهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وقد وجه السيد الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها ووجه السيد الرئيس ايضا بانشاء الاكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات وذلك على غرار اعرق اكاديميات الرياضيات على مستوى العالم وذلك بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم بما يساهم في الربط الاكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة وتطوير صناعة البرمجيات والامن السايبراني في مصر واضاف المتحدث الرسمي ان الدكتور خالد عبدالغفار عرض في هذا الاطار مخطط تطوير معهد ناصر كما استعرض السيد وزير التعليم العالي اهم انشطة الكلية الملكية البريطانية للاطباء والجراحين بيجلاسجو في مصر كما عرض السيد الوزير اهم التطبيقات المقترحة التي ستعمل من خلالها اكاديمية علوم الرياضيات خاصة الحواسب الالكترونية وتكنولوجيا الانترنت والطيران والفلك والفضاء ومعالجة البيانات والبرمجة كما شهد الاجتماع اطلاع السيد الرئيس على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لا سيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فضلا عن الموقف الحالي لتقدم الاعمال في عدد من المشروعات القومية خاصة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما الى جانب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة والسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء اركان حرب بكر البيومي مدير ادارة الاشارة للقوات المسلحة واللواء عمر فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لانشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على تطورات انشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات تمهيدا لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الاسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء واجيزة النجدة والمرور والحماية المدنية عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بانواعها المختلفة من المواطنين كما تم في ذات السياق استعراض الجهود التنصيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الامثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة للوصول الى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الازمات والاحداث الطارئة والسيطرة عليها وانهائها مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقا لاحدث المعايير العالمية وقد وجه السيد الرئيس بالتنصيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من اجل ضمان التشغيل الامثل لتلك المنظومة المتكاملة وتحقيق اهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة اجهزة الدولة لمجابهة كافة انواع الطوارئ والازمات خلال مدد زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في اطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل شدد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التنصيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية لاعلان قائمة بالاسعار العادلة للسلع الاساسية بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر حتى لا تترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في اسعار اي سلعة جاء ذلك خلالت رأوسي الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الازمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واشار مدبولي الى انه لا احد ينكر ان هناك تغفيضا للاسعار في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها الدولة مؤكدا ان قائمة الاسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات اكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ان الحكومة ستعمل بالتنصيق مع البنك المركزية على يتيسير اجراءات الحصول على مستلزمات الانتاج وفذيل اي عقبات قد تواجهها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة توفر السلع ومستلزمات الانتاج موضحا ان هدف الاجتماع هو الاطمئنان على توفر مستلزمات الانتاج خاصة المرتبطة بالصناعات الغذائية نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكرية عددا من الانشطة والفعاليات خلال شهر مارس حيث نظمت مشروعين لادارة الازمات بكل من اسوان والاقصر بتعاون مع اجهزتها التنفيذية للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد بما لديهما من امكانيات لمجافهة المواقف الطارئة وذلك من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة بما يهدف الى تحقيق التنصيق مع الاجهزة التنفيذية لمجابهة الازمات والاستغلال الامثل لموارد المحافظة وصلت وزارة الداخلية الجهود لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتمكنت خلال شهر من تحقيق نتائج ايجابية حيث نجحت في ضبط ما يقرب من 6150 قضية مواد مخدرة تواصل اجهزة وزارة الداخلية تصديها لجرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة وقد ساهمت الدربات القوية الموجهة ضد العنصر الاجرامية القائمة على هذه الانشطة الاجرامية في احباط محاولات اغراق البلاد بتلك السموم القاتلة فقد نجحت على مدار شهر في ضبط 6150 قضية مواد مخدرة وبلغت كميات المواد المخدرة المضبوطة خلال هذه الفترة قرابة 189 طن من مخدر البانغو ونحو طن ونصف من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهروين تزن قرابة 196 كيلو جرام كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط اكثر من 330 كيلو جرام من بذور القنب المخدر و245 كيلو جرام من بذور الخشخاش وقرابة 65 كيلو جرام من مخدر الاستروكس ونجحت في ضبط نحو 28 كيلو جرام من مخدر الايس وقرابة 7 كيلو جرامات من مخدرات الفود والافيون والكوكاين وعلى صعيد ضبط الاقراس المخدرة تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط اكثر من 57 الف كرس مخدر لعقار الكبتاجون ونحو 218 الف كرس مخدر لعقار الترامدول اضافة الى 25 كيلو جرام من ذات العقار وضبط قرابة 196 الف كرس مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية ونجحت في ابادة اكثر من 528 فدانا منزرعة بنبات الخشخاش ونحو 28 فدانا منزرعة بنبات القنب المخدر وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بتسعمائة وسبعين مليون جنيه وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبط سبع قضايا غسل اموال بقيمة ادمالية بلغت قرابة 403 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال 23 مركزا غير مرخص لعلاج الادمان تلك النجاحات تؤكد على يقظة واحترافية اجهزة وزارة الداخلية في تصديها لجراء مجلب وزراعة والاتجار في المواد المخدرة ما يسمو في تجفيف منابعها وبما يحمي فئات المجتمع من اثارها المدمرة يجري اليوم وزير الخارجية سامح شكري وزراء مجموعة الاتصال العربية مشاورات مع وزير الخارجية الاوكرانية في العاصمة البولاندية وارسو تنفيذا لمخرجات مجلس الجماعة العربية باجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الاوكرانية كان شكري قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو أمس مع نظير روسية ووزراء مجموعة الاتصال العربية أكد أن الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا واوكرانيا هذا الاجتماع مباحثات صريحة حول صبل التعامل مع هذا الوضع الدقيق عبرنا خلالها عن القلق إذا امتداد أمد الأزمة الرهنة ودعوة كافة أطراف النزاع إلى التوقف عن التصعيد والاحتكام إلى العمل العسكري وشددنا على ضرورة اللجوء الفوري للحلول السلمية والديبلوماسية القائمة على الحوار من جانبي أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن موقف الدول العربية من الأزمة الأوكرانية يتمثل في ضرورة إيجاد حل سياسي لها مشيرا إلى أن وفد مجموعة الاتصال العربية سيزور وارسو اليوم الثلاثاء للقاء وزير الخارجية الأوكرانية يجب أن نعلم أن الدول العربية والشعوب العربية لها اتصال وثيق مع الشعبين الروسي والأوكراني وعلاقات قديمة وعلاقات متعددة وعميقة للغاية وبالتالي كل ما يحدث في هذه المنطقة يتم الاهتمام به أيضا الوسائق تحدثت عن التأكيد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب روسيا ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة خلال الجلسة عبر الفيديو كونفرانس كان مسؤولون في المناطق الشمالية بأوكرانيا أكدوا أن القوات الروسية هناك انسحبت بالكامل أو خفضت من أعدادها بشكل كبير تاركة وراءها ألغاما ومركبات عسكرية مدمرة على صعيد آخر قال مسؤول أوكرانيا أن قصبا تعرضت له مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا أصبر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل واصابت ما يقرب من ستة وأربعين آخرين واتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أوكرانيا والغرب بتزوير الحقائق في بلدة بوتشيا والقيام بمحاولة كذبة لإلقاء اللوم على القوات الروسية في الفضائع التي ارتكبت في البلدة واتهم السفير الروسي القوميين الأوكرانيين بارتكاب كل تلك الفضائع وأكد أن جميع السكان المحليين لم يواجهوا أي نوع من العنف خلال سيطرة القوات الروسية على بوتشيا وقال إن بلاده ستقدم اليوم الأدلة العملية لمجلس الأمن على أن قوتها لم تقتل مدنيين في أوكرانيا ولم تشارك في أحداث بوتشيا ودع الرئيس الأوكراني دعا الدول الغربية إلى الاتحاد المنع وقوع إبادة جماعية على حد قوله وطلب في خطاب أمام البرلمان الروماني بفرض عقوبات جديدة على روسيا لكي تحرم من جميع مواردها قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سيلفيان أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سيعلنون خلال الإسبوع الحالي عن عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في حين ستتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية وأضف أن روسيا تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز الهجوم على شرق أوكرانيا ومناطق في جنوبها وأشار إلى أن روسيا ستحاول السيطرة على أجزاء معينة من البلاد وأن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسية قد تستمر أشهر أو أكثر قال وزير الدولة الفرنسية لشؤون الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا غدا أو غدا بعد تقارير عن قتل مدنيين في شمال أوكرانيا على أيدي القوات الروسية وقال أنه يتعين على الاتحاد التحرك بسرعة بشأن وردات الغاز والفحم من روسيا من جانبها نفت روسيا أي مزاعم تتعلق بقتل المدنيين بما في ذلك في بوتشا مؤكدة أنها ستقدم أدلة عملية إلى مجلس الأمن الدولي اليوم لإثبات عدم تورط قوتها في أعمال وحشية أعلنت روسيا أنها سترد بنفس القوة على طرد دبلوماسيها من عدد من الدول الغربية وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زقاروفا أن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية ضد هذه الدول وستتخذ الإجراءات ذات الصلة ضد موظفي البعثات الخارجية لهذه الدول وانضمت كل من إيطاليا والدنمارك الصباح اليوم إلى قائمة الدول التي قامت بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها بعد فرنسا وألمانيا أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاكون شون كاربي أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتعزيز قدراتها على الدفاع عن نفسها وقال كاربي أن الولايات المتحدة حريصة على أن يتم توفيق المزيد من جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في أوكرانيا وعرب عن التقادب أن روسيا تعتزم تركيز الجهود على أقليم تومباس وأن القوات التي يتم تحريكها في كييف وأسومي وغيرها ستتم أعادة تجهيزها لنشرها على الأرجح في الشرق ودومباس أشارت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أن ما يقرب من 636 ألف شخص لجوا إلى رومانيا بعد أن فروا من أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية وتشجع المفوضية الأوروبية اللاجئين الأوكرانيين على مواصلة رحلتهم للاستقرار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر قدرة على تحمل العبء المالي لاستقبال اللاجئين تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين لإتهمات بقرق الهدنة وذلك للمرة الأولى منذ بدء سرايان وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يستمر لشهرين لم تلبث أن تبدأ الهدنة في اليمن حتى تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون اتهامات بخرقها في البلد الغارق في الحرب وبرغم من أن الهدنة تمثل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب منهكة ومستمرة منذ أكثر من سبع سنوات إلا أن الخروقات تهدد سرايان وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يستمر لشهرين وبدت جبهة القتال الرئيسي هادئة منذ بدء سرايان الهدنة لكن وزير الخارجي اليمني تحدث عن خروقات وكتب في تغريدة إن الهدنة تلاقت ترحيبا كبيرا لكنها مهددة بخروقات الحوثيين ومن بينها الانتشار العسكري وحجد القوات والمركبات وهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة وتتضمن بنود اتفاق الهدنة التي تم التواصل إليها برعاية الأمم المتحدة تيسير دخول ثمانية عشرة سفينة تحمل الوقود إلى الحديدة واستماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ عام 2016 وتسبب النزاع على السلطة بين الحكومة والمتمردين المدعومين من إيران منذ بدايته في منتصف 2014 بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تدعيات الحرب وفق الأمم المتحدة ويجري سياسيون يمنيون منذ نحو أسبوع مشاورات في العاصمة السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي حول مستقبل استلام في اليمن فيما أفشلت ميليشيا الحوثي تيلت سبعة أعوام المبادرات والجهود الدولية للتهدئة وعملت على تعميق المعاناة الإنسانية واستغلالها للمتاجرة وتضليل المجتمع الدولي وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهتف الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور تحياتي أهلاً وسهلاً تحياتي لحضرتك وكل عام حضرتكم شكرك دكتور يعني كيف تنظر إلى هذه الهدنة والاتهمات المتبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة طبعاً دعني التحية يعني الهدنة هي شيء أهم جداً لوقف الصراع العسكري في اليمن لكن طبعاً الأهم من الهدنة هو تطبيق هذه الهدنة على أرض الواقع بمعنى أننا كان هناك من البدر الخالجية في عام 15 لكن طبعاً خرقات عديدة حدثت من قبل الحسيين كان هناك اتفاق استقلم في 2018 لكن حدث نفس الشيء من قبل الحسيين إذن أنا أعتقد أن تنفيذ الهدنة هو شيء أهم جداً ومطلب أهم جداً سواء من قبل المجتمع الدولي أو حتى من قبل الشعب اليمني نفسه خاصة طبعاً أن نتحدث عن بنية تحتية منهرة تماماً في اليمن نتحدث عن أوضاع إنسانية سيئة للغاية وبالتالي فأنا أتخيل أن حتى تنفيذ جزء خاص بالجوانب الإنسانية سواء من خلال دخول مساعدات إنسانية سواء من خلال دخول القوافل الطبية إضافة طبعاً إلى دخول شحنات الطاقة وما إلى ذلك إلى الأرض اليمنية عبر الحديدة كلها أمور هم جداً وأتخيل أن لو نجحت المفاضية الدولية في تنفيذ هذه البنود بمسل هذه الشكلة أعتقد أن يكون نجاح خام جداً لكن كما أشرته حضرتك المشكلة تكمن دوماً في الحسين بمعنى أن حدثت عدة مبادرات قبل ذلك لكن طبعاً تم خطقها من قبل الحسين إذن إذا كنا نتحدث عن مبادرة في الرياضة هي مبادرة همة جداً وهي مبادرة وطرحة جيد جداً لحل الأزمة في اليمن بصورة سلمية وبصورة أيضاً دبلوماسية بعيدة عن استخدام الأل العسكرية لكن شريطة توقف كل العمالات العسكرية من قبل الحسين لأن رأينا استهداف من خلال الأسبوع الماضي بعض المنشئات حتى النفطية خارج الحدود اليمنية في المناخ العربية السعودية في جدة تحديداً وبالتالي فأنا أعتقد أنه جزء أهم جداً كما أشرت المعليك من تنفيذ هذه الهدنة يتمن فيه أولاً توقف الأل العسكرية ثانياً تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن ثالثاً الجلوس على مئة المفاوضات والتباح والحول على مستقبل اليمن سواء من خلال طبعاً الجوانب المختلفة في الأزمة اليمنية إضافة طبعاً إلى ضرورة وجود وساطة عربية لحل هذه الأزمة كل هذه الأمور لو دمجت معاً أتخيل أننا بذلك نجحنا في إيجاد حل ولو بسيط لهذه الأزمة التي طارت كثيراً نتحدث منذ 2011 حتى تاريخ هو اليمن في صراع مستمر ولم تنجو منه سواء الشعب اليمني أو حتى المسؤولين داخل الدولة اليمنية نعم أشكراً جداً الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية شكراً جزيلاً أحيات أسر ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذكرى الشهرية للمأساة فيما يتواصل تعليق التحقيق كافة أشهر مرت على تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وما زالت أسر الضحايا في انتظار إجابات عن أسباب الحادث ومن يقف وراءه أسر ضحايا الانفجار أحيو الذكرى الشهرية للمأساة حيث سارت الأسر نحو الموقع بعد نحو عشرين شهراً من الانفجار الذي أودى بحياة ما يزيد على المئتي الشخصة وقعت الكارثة نتيجة انفجار مئات الأطنان من نتارات الأمونيومة التي كانت مخزنة في أحد مستودعات المرفأ منذ سنوات انفجار مرفأ بيروت أسفر عن مقتل 216 شخصاً على الأقل وإصابة 6000 آخرين وتدمير أجزاء من المدينة وقالت زينانونة التي فقدت ابنها في الانفجار إنها وأبناء الأسر الأخرى لن ينقطع أملهما أو سعيهم بحثاً عن إيجاباته وإنهم سيواصلون المطالبة بتحقيق العدالة حتى يحاسب المسؤولين عنها وبعد مرور أكثر من عام على الانفجار ما زال كل شيء تقريباً يتعلق بذلك الانفجار غير معروفة ابتداء بأسماء من وافقوا على دخول تلك الشحنة وتخزينها في الميناء إلى سبب تجاهل المسؤولين التحذيرات المتكررة بالخطر هذا الشيء نحنا كنا ناطرين وهذا الشيء مش جديد لأنه منعرف أنه الدولة متواطئة بالجريمة عم تعمل كل شيء وقد ما فيها تتوقف الجريمة حتى هلأ زالتها متشغل أهالي ضحايا غيرنا يلي برامتها على هالأضيه عم تشغلها تتعمل طلبية رد ضد القاضي هذا الشيء نحنا متوعينه سألنا من الأول أنا كان عندي أمل شخصيا كثير بير بالانتخابات لأنه هذا الحل الوحي تنادر نابع المنظومة تنادر نجيب لحق على بنتي ونجيب حق كل البعض وأدى الاقتتال السياسي والدعوات إلى إقالة قاضي التحقيق طارق بيطار ثاني قاضي يقود التحقيق إلى تأخير التحقيق الذي تم تعليقه منذ يناير الماضي أكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي نقل مستوى حربي المفتوح على القدس ومقدساتها وجميع مناح الحياة الفلسطينية فيها إلى مربعات خطيرة جدا وأضافت الوزارة أن إسرائيل تخشى من كثافة الوجود الفلسطينية بالقدس خلال الشهر الرمضان خاصة أن هذا الوجود يكشف زيف روايات الاحتلال وقراره بضم القدس وأشرت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة تعتبر أن جميع مظاهر الاحتفالات أو التجمعات المقدسية شكلا من أشكال التحدي الذي لا تقبل به وشددت الخارجية الفلسطينية على أن تصرف الاحتلال القمعي والوحشي ضد المقدسيين وتجمعاتهم يأتي بعكس الإدعاءات بشأن التهدئة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة ما زال تعتقد أن هناك فرصة للتغلب على الخلافات المتباقية مع إيران في المحادثات النووية بن رامنيل تتواصل مع حضرتكم مشاهدين وفيها أيضا ولكن بعد قليل ولي العهد الكويتي يتسلم استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء القادمة حضرتكم مجموعة من الأنباء الاقتصادية بصحبة زميلة مجدى القاطي مجدى تفضلي شكرا لك فوزي أهلا بكم مشاهدين أهم من لدينا المالية تخصص 1 مليار و1 من 10 كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي مرحبا مجددا أعلنت وزارة المالية تخصص 1 مليار و1 من 10 كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين أضفت الحضورة أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 مليون طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية 36 مليار جنيه موضحة أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمغلب 11 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي وأكد وزير المالية محمد بعيد أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الرهنة لافتا إلا أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستدامة المغزون الاستراتيجي لقمح بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية وتأزم الاقتصاد العالمي تسعى الحكومة لتأمين الاحتياجات من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح واستدامة المغزون الاستراتيجي منه هذا وتستعد محافظة الشرقية لموسم الحصاد من داخل شركة الصالحية كأحدى الشركات الحكومية الوطنية العاملة في القطاع الزراعي للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل النيل الزميل محمد عبدالصبور محمد بعض التححية أطلعنا على آخر المستجدات لديك نعم تحياتي لك زاملتي العزيزة تحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري ها هنا في محافظة الشرقية والتي تستعد لموسم الحصاد بقصد مليون فدان ها هنا في شركة الصالحية إحدى الشركات الحكومية الوطنية العاملة في المجال الزراعي يمكن كان العامل عدد أو المساحة الكلية ليه الشركة بنتكلم عن 25 ألف فدان ما بين محاصيل حقلية وبستري ممكن كان هناك توجه من شركة الصالحية برئاسة الوقت كان حرب أحمد مجاد للتوسع وزيادة النسبة وزيادة المساحة المنزرعة بالقمح حتى وصلت إلى 10 ألاف فدان هذا العام مقارنة بحوالي 5 أو أقل قليلا العام الماضي مما يعزز توجه الدولة نحو الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وحتى لن نتعرض إلى أي هزات اقتصادية أو أي عرض لأي صراعات أو حروب فبالتالي كان لابد من تأمين هذا المحصول الاستراتيجي من خلال بندين رئيسين البند الأول هو التوسع في المساحة المنزرعة بالقمح والبند الثاني هو الاستعانة بالأصناف الجديدة المختلفة التي تزود الانتاجية معي المهندس محمد بغدادي نائب رئيس القطاع الزراعي بشركة الصالحية للسمر والتنمية ليه الحديث عن يعني أولا أنا شايف ما شاء الله سنابل القمح فيه وفقا للنوع ده اللي هو مصر واحد قوية وده يبشر بموسم حصاد قوي ويبشر بانتاجية كبيرة إيه هي أهم الأصناف المنزرعة ومدى العائد بتاعها وبتجيب تقريبا كم أرداب في الفتد ده حقيقة يا فندم من نسبة حضرتك للأصناف المزروعة عندنا احنا بنزرع صنف مصر واحد ومصر اثنين وساخة تلاتة وتسعين وجميزة سبعة وتمانية وتسعة الأصناف دي كلها حضرتك زاتة انتاجية عالية ومقاومة الأمراض الفطرية زي الأصداء والتفاحمات حضرتك الرؤية العامة لإدارة الشركة الحالية أن احنا نتوسع في الكلام ده والكلام ده حصل السنة دي يمكن المساحة زادت إلى تلات أضعاف في المساحة العامل السابق وذلك حتى تتوافق مع الرؤية العامة للدولة المصرية يمكن أيضا موسم الحصاد هذا العام أو التوريد الحكومة أعلنت عن تمنمية خمسة وتمانين جنيه ليه سعر الأرداب أعتقد ده رقم برضو كواس جدا بيتواجه مع تعب المزارع وتعب الفلاح طبعا بالنسبة للحافز اللي هي عملته للدولة أو رئاس الوزراء علشان تحفز تحفيزا للفلاح ويتعوضوا عن المصاريف والتكاليف اللي هو بيكلف على الفدان فالنتاجية بالنسبة للفدان وفقا لتوريد سعر الأرداب مناسب جدا ومرضي للفلاح يعني زميلي رامز لو استعرض بالكاميرا علشان نقرب الصورة حجب ما شاء الله المساحة بنتكلم عن عشرة ألاف فدان منزرعة هنا داخل هذه الشركة أحد الشركات الحكومية ليبين أننا إذا موسم حصاد مبشر بإذن الله للقمح وإنتاجية عالية بحيث يتم طبعا استخدام هنا أجود الأصناف وأقوها إنتاجية وغضية من القمح وبالتالي هذا الموسم الذي سيبدأ من الخامس عشر من إبريل وحتى الخامس عشر من يوليو هو موسم الحصاد طبعا بكل محافظة يمكن بتبدأ الوادي الجديد بيبدأ في البداية في الحصاد ثم بعد كده المحافظات الأخرى زي محافظات الدلتا ووسط الدلتا كالشرقية والإسماعيلية وغيرها فبالتالي بإذن الله بنطم الناس نحن إذا موسم حصاد قوي إذا إنتاج غزير بإذن الله من القمح ممكن أن يصل إلى 6 ملايين طن من القمح كما وجه وزير الزراعة والتموين المستهدف هو 6 ملايين ويمكن وزير المالية أكد على حاجة مهمة جدا في الخبر اللي ذكرتيه أن سيتم دائما صرف مستحقات المزارعين أول بأول وتم ضخ ما يقرب من 1-1 من 10 مليار جنيه لسداد احتياجات المزارعين في محاولة لتشجيع وتحفيز المزارعين لتوريد القمح للسوق المحلي نعم شكرا لك محمد عبدالصفور ومراسل نيل على ما قدمته لنا من معلومات عودة لقراءة الأخبار حيث أكد وزير المالية دكتور محمد معيد أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بفضل التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات خلال 33 شهرا ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة لسندوق المعاشات والتأمينات 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل أضف الوزير أنه تم تخصيص 190.5 مليار جنيه في موازنة 2021-2022 نصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بقيمة 13% بحد أدنى 120 جنيها بدءا من أول إبريل الجاري عقد وزير القوات العاملة محمد صعفان لقاء مفتوحا مع ممثل تحالف كبرى شركات المقاولات المصرية وذلك في إطار سعي الوزارة لتسهيل سبو العودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا وأكد صعفان أن الوزارة حريصة على مصالح الشركات المصرية العاملة في ليبيا ككيانات مصرية داعمة لهم كما تسعى لتسهيل أعمالها بالتنصيق وتعامل مع الجانب الليبي لدراسة سوق العمل والتخصصات والإحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل في كافة المشروعات في سوق المال تبينت مؤشرات البرصة المصرية خلال التعاملات لجلسة اليوم حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيا سجد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالبرصة مستوى 735.7 مليار جنيه وسط تدولات كولية بلغت 3 مليارات و1 من 10 وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق جي اكس 30 بنسبة 0.70% بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جي اكس 70 بنسبة 0.23% دعت الحكومة الموريتانية الجامعية العامة للتحالف السحل وشركائها دوليين بزيادة الدعم المخصص لموريتانيا في ظل الأزمة الأمنية والغزائية المحتملة ودع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان ممدو خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدولة الثالثة للجامعية في العاصمة الإسبانية مدريد شركاء موريتانيا إلى الإسراع في تنفيذ الإلتزامات التي وعدوا بتقديمها مشيرا إلى تعبئة التحالف موارد مالية كبيرة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية في شرقي موريتانيا بقيمة مالية تقدر بـ 120 مليون دولار أمريكي ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم إيقاف أحدث مدفوعات كبون على الصندات السيادية الروسية مما جعلها أقرب إلى التخلف عن السداد في حدث تاريخي وأضفت المتحدثة أن أحدث مدفوعات كبون على صندات السيادة لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأمريكية كي يتم التعامل معها من خلال جي بي مورجون بنك المراسلة كما أكدت تحدثة باسم وزارة الخزانة أن بعض المدفوعات لم يعد مسموحا بها نهاية أغبار الاقتصاد في بنوراما عودة من جديد للقراءة السياسية مع الزميل فوزي جاد الله فإليه أشكرك زميلة مجدل آدي ونستكمل مع حضراتكم عرض الأنباء حيث قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم استقالت الحكومة تفاديا لتصويت في مجلس الأمة كان مقرر له غدا الأربعاء على طلب عدم التعاون مع الحكومة بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهمات رئيس الحكومة أهمها أن ممارسات غير دستورية بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد قال البيت الأبيض أنه من المحتمل أن تقططع الفيضانات والحرائق والجفاف الناتج عن تغير المناخ جزءا كبيرا من الميزانية الاتحادية الأمريكية سنويا وأشار إلى أن هذا التأثير من الممكن أن يكلف الإرادات خسائر سنوية تتخطى السبعة في المئة أي ما يعادل اثنين تريليون دولار سنويا بحسب ما أوردته وسائل أعلام أمريكية استضم قطار بسيارة على خطوط السكك الحديدية في جنوب المجر مما أصبر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص وذكرت الشرطة المجرية أن الحادث وقع على بعد 140 كم جنوب شرق العاصمة بودابست حينما مرت سيارة على القطبان واستضمت بقطار وأوضحت الشرطة أن القطار خرج عن مصاره بسبب قوة الاستضاء بانوراما نيل متواصلة مع حضراتكم وفيها أيضا ولكن بعد قليل مهرجان موسيقي بالموسل العراقية يهدف لأحياء طرف المدينة شكرا للموسيقى شكرا للموسيقى للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو والاتحاد الأوروبي بهدف تدريب الموسيقيين الشباب وتشجيعهم على إقامة جسور وروابط بين المجموعات الموسيقية من الخارج وعزفت الفرق الموسيقية الألحان السريانية والتركمانية وغيرها من الألحان التقليدية التي تعزف في حفلات الزفاف والاحتفلات الشعبية الأخرى وختم المشاهدين نذكر حضراتكم بأبرز العنوين الرئيس سيسي يوجه بالتنصيق بين الجهات كافة لضمان تشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للطوارئ بعد اختتم محدثاتهم في موسكو شكري وزراء مجموعة الاتصال العربية يبدأون زيارة إلى ورسو اليوم لبحث الأزمة الأوكرانية اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث الأزمة الأوكرانية وموسكو تتهم كييف والغرب بتزوير الحقائق في بوتشا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الفترة الإخبارية الشاملة بعد قليل وعلى رأس الساعة موجز جديد لأهم الأنباء في أمان الله